يا مساء الفل يا مساء السعادة على عيونكم وعلى أحلى أخوات وأحلى أصدقاء في الدنيا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله أهلا بكم حبيبي في قناتي قناة مابا خزازة يريد ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي على قناة مابا خزازة تعالوا معنا حبيبي نشوف هنعمل ايه طيب هتعملين ايه يا زيزة النهاردة النهاردة بصراحة كان يوم صعب وصعب وصعب يوم كل شغل مش أكل بس احنا رحنا تسوقنا ورحنا وجينا شوينا السمك وجينا غسلنا وجينا جهزنا الكرومبو وصلقنا عملنا شغل كتير وغسلنا الشفاط حاجات كتير كتير النهاردة الحمد لله تعالوا معي نشوف بقنا أنا جبت السمك ده السمك ده بصراحة أنا جبت الكل ونص بعشرة كان جميل 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 بصراحة كان أنا مكنش بنسدلها جوه بالسعر ده والسمكية ما شاء الله كان ألباء من جوه مضيف وكان جميلة دهن شويه شفت السمك جماله عامل ازاي بيلمع بيزلفت كده الواحدة طب وبعدين يا زل هنعمل ايه أنا بوريكه بس السمك وجماله النهاردة كان السوق فطبعا بيبقى السعر بقى في حلو يعنى عما بتشتري مثلا من بيعاني اللي بيكونوا في المكان اللي جانب البيت ولا كده يعنى طبعا احنا غسلنا السمك بتاعنا ديه الطماطم الطماطم دهن انا جايبها للطبيق بتبقى طيبة شوية كده ديهت الثلاثة كيلو بخمسة جنيه شفت جماله عامل ازاي قابلني بقى بقى كرومبوتين حلوين كده قلت ما اجيبهم وقرنبي طاية نمسكهم نقوّرهم ونقال هننغلي مية على النار وهنسلقهم دولة الكرومبوتين دول جابتهم بخمستاشر جنيه وجابت ارنبيطة بخمسة جنيه اللي احنا هنشوفها ديه ادي كده عشرين جنيه شوف بقى هنعمل اكلتين اتنين بعشرين جنيه دي الارنبيطة اللي انا جابتها والله كانت الاسعاركة جميلة جدا دي غير بقى انا كان عندي فلفل ولتنجان وطم اللي هي الجامدة في التلاجة يعني وكوسة كان عندي كلها احتياجات في التلاجة انا جابت المطلوب اللي انا كنت رايحة قصة عشان السمك ولقيت الكرمب هناك صاره جميل قلت اجيبه دي طبعا شوفت الكرمب مورق ازاي وجميل ازاي اما تجي تجيب الكرمب الكرمب اسلا الكرمب البلدي اللي الوقتي حلوته هو في الشتاء دي وقت الاطم اللي احنا اعطرناها عشان نعمل رز احمر دي البصلتين اللي احنا هنخرطهم انا بحب خرط البصل بتاع الرز اللي احمر دوات بحب اللي انا خرطها على ايدي محبش اعمالها في الكبه لان عشان تدي تسكيره كده في الرز بتبقى طعم البصل حلو فيه وراحت بتبقى جميلة طبعا هنجيب حلّة بتاعتنا الوقت بعد هنخلص تخريط البصل بتاعنا هنجيب حلّة ونحطها على النار هنحط فيها معلقتين زيت ومعلقتين سامنة وهنصبه يصهن كويس لما احنا شايفين كده نكون احنا خلصنا بقى البصلتين هنجيبها وهننزل بقى التشويح في الزيت والسامنة بتاعتنا يعني تصفر بس كده ما تحمرهاش ولا يعني تتخدل كده بس كده بعد كده هننزل بمكعب مرق ايوه مكعب مرق هيتشوحه في قلب البصلتين بصراحة بتضيله طعم جميل بقى تستي كده فيها هننزل بالطماطم بتاعتنا بقى الوقت اللي احنا عمناها عصرانها وهنحط بقى التوابل بتاعتنا بتاعت الايه؟ اللي الرز الرز بتحطله طوابل طبعا بنحط له فلفل اصمر معلقة صغيرة فلفل اصمر نص معلقة قرثة نص معلقة شطة يعني معلقة كده او نص معلقة مكبيرة كمونه على كصبرة كمونه كصبرة بصراحة بتضيله طعم جميل جميل زي ما احنا شايفين كده طب هنعمل اي ازازاز احنا هطلعنا شوي السمك بتاعنا بقى اخدناه وشوناه هنبلله في الرده الرده ديت اللي هي نخلط الدقيق نخلط القامح ايه نكون سخنا الفرن بتاعنا قوي وهنقوم ايه بلين السمك في الرد اللي معانا شوي انا بحب السمك اللي هو الصغير ده هو مصغير انا هو وسط بس كان طعمه زي العسل وبعد بي نخلص بقى ايه علشوان السمك هنزلي نشف رز بتاعنا نكون خلاص الحمد لله ستا وهو المهديين على النار هنشوف هنعمل ايه نعمل طبق الصلطة بتاعنا بقى المرز بتاعنا ايه نهد على النار ونعمل طبق الصلطة بتاع na زي ما احنا شايفين احنا عملنا طبق الصلطة بتاعنا فلفل على طماطم على خيار علي اقصصبرة على بصلايا دي السمك بتاعنا بقى لما احنا شواناه شفته جماله شفت التدبلة بتاعته عامل ازاي يعني هو مش محروو انا ما بحبش السمك يكون مبيض السمك المبيض دوت بازات من عند دماغه بتلاقيه زفر تجي تاكلية تلاقيه في زفارة لكن المطحة مريطة مرحلة وكده مش محروو اولا حاجة بديجي تاكلية بتحس كده اللي طعمه زي العسل وده رز بتاعنا اللي احنا طبخناه ارأيكم استهل ليك ولا مستهلش ده طبق السلطة بتاعنا وده مخلي اللي احنا مخليه في البيت تعالي بقى نشوف غيره سبك من الاكل الاكل وخلصنا منه تعالي بقى نخش على التقيل طبعا احنا الكرومبتين بتاعنا بقى احنا كنا مقورنه ومجهزنه هنغلي بقى مية حلة فيها مية ونحط فيها شوية سكر وشوية كمون في الحل طب وبعدين يا زازة المية هتغلى هننزل بالكرومبية بتاعيتنا فيها الكرومب البلدي ما بياخدش وقته على النار لانه يضوبك دي يحطيه ما فيش ما بيتكمليش خمس دقيق حتى وتشيل ايه على المية السقعة على طول عشان ايه ما يكملش سوا في السخونة بتاعتي دي الكرومبية التانية برضو كحطتها هيت هقلبها مرة من فوق ومرة من ايه عجتين مرة من فوق ومرة من تحت عجتين كده عشان يستوي ما يبقاش ايه ورقة ورقة دي بقى احنا بنشيل ورقة ورقة بقى ايه عشان مش هارف اشيلها كلها مرة واحد دي بقى معبية ومية بقى سخنة لحد ما نخيف فخلص وقوم شايليني الحبر اللي بقى هو قلب الكرومبية دي بقى نعطينا الكرومب بتاعنا زي ما احنا شايفين لا اخدر دوات اني بحطه في جمد ولا بيضوات اللي احنا بنحشيه لا اخدر دوات ساعات بحطه في ارضية الحلة ساعات بحطه على وش المحشي كده يعني نجي بقى عندنا غسيل دي يمكن كله صعب بصراحة تعب دعا غسلنا الغسيل بتاعنا قلت بالمرة بقى وانا في المبخ نخش على الشفاط الشفاط بقى انا كان عمليان دهون بصراحة عنا انا بخسره على طول بس جابتوله الباور دوت جميل جدا 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 ومش غالب خمستاشر جنيه دي طبعا الشفاط بتاعنا بعد ما غسلناه ركبناه تاني يا هوت ارأيكم استهلا يقول لا ما استهلشه والله تسلم بيدك يا زازم دي الغسيل بتاعنا غسلناه ونشرناه ارأيكم ولكن يوم كله تاعي المفروض على تاعي بيدين نهاردة تخشوا كل قطة الدين واشتراك في القناة لان القناة بصراحة زعلان القناة بطنع جدا يارات بقى ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل الدين من وصفاتي على قناة مبخ زازة واللي ما اشتركتش امان عليك اليوم الدين تخش تشتركي والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى